الليبيدات زي ما عرفنا ان الليبيدات هي من المركبات العضوية فالليبيدات هي جزيئات بيولوجية كبيرة تحتوي على عدة جزيئات أصغر تسمى أحمد دهنية وتتكون الليبيدات من مجموعة كبيرة من المركبات الغير متجنسة يعني ايه غير متجنسة؟ يعني مش زي بعض هشوف فيها أحمد دهنية وهشوف فيها جلسرول ولان الليبيدات من المركبات العضوية هلاقي ان هي بتتكون من زرات كربون وهيدروجين وأكسوجين من ضمن الحاجات المميزة في الليبيدات ان هي مش بتدوب في المياه لان المياه بنقول عليها موزيب قطبي قطبي يعني عندي قطب موجب وقطب سالب الـ H والـ OH فالليبيدات لا تزوب في الموزيبات القطبية أمال بتدوب في ايه؟ يعني انا وعندي بقعة يتزيد دلوقتي هعمل ايه؟ تزوب في الموزيبات الغير قطبية طب زي ايه؟ زي البنزين وزي رابع كلوريد الكربون دي الحاجات اللي تقدر تدود الليبيدات طب ايه تركيب الجزيه ايه للبيدات؟ بلاقي الليبيدات بتتكون من 3 أحماض دهنية زائد جزيه جليسرول الجليسرول يعني ايه؟ يعني نوع من الكحول اللي فيه 3 مجموعات هيدروكسيل يعني فيه 3 مجموعات من الـ OH يبقى عندي 3 أحماض دهنية زائد الجليسرول طيب ايه تصنيف الليبيدات زي؟ يعني انا ما اجي صنفها هصنفها ازاي؟ هل بس بسيطة ومعقدة؟ لا بلايه ان الليبيدات بسيطة زي الزيوت والدهون والشموع ومعقدة زي الفوسفوليبيدات ومشتقة زي الكوليستيرول والاسترويدات اللي هو نوع من الهرمونات يبقى بسيطة معقدة مشتقة هنبدأ باول نوع منهم وهي اللي بداية البسيطة عبارة عن أحماض دهنية معاكو حليات طيب هلاقي ان اول نوع منها هو الدهون والدهون بلاقيها في درجة الحرارة عادية الدهن دايما بيبقى صلب زي السمنة او حيطة الدهنة اللي مع اللحمة تتكون من ايه؟ تتكون من 3 أحماض دهنية بس نوعها مشبعة مع الجليسرول طيب ايه أهميتها بدرسها ليه؟ غير ان هي موجودة في كل حياتنا بلاقيها موجودة في الدب القطبي موجود تحت الجلد كمية كبيرة جدا من الدهون كلنا عندنا دهون تحت الجلد لكن الدب القطبي عنده كمية كبيرة جدا طيب تعمل ايه كمية كبيرة دي؟ تعمل كعاز الحراري عشان جسمه يفضل دافي حتى لو هو بيعيش في مناطق شديدة البرودة زي كده لما احنا بنشتري مج حراري عشان نحافظ على الحاجة سخنة جوه المج كمان الدب عنده الدهون عاز الحراري مهمة قوي كلمة دي عاز الحراري تاني نوع من اللي بداتها البسيطة هي الزيوت والزيوت انتوا عارفين ان احنا بنشوفها في صورة سائلة الزيت اللي موجود في البيت سائل تتكون من 3 احماض دهنية بس دي بقى غير مشبعة بيتحدوا مع الجليسرول طيب بشوفها فين في الحياة؟ بشوفها في ريش الطيور انت لو مسكت ريشة اي طيورة لان هي كده بتلمع شوية من فوق ليه؟ لان عليها طبقة من الزيت والطبقة دي عشان المية ما تنفس يعني ما تعديش لجوه الريش عشان ما تتقلش وتقدر تتحرك بسهولة في المية يبقى حتى لا ينفس إليها الماء ويعوق حركتها طيب احنا قلنا حاجة مهمة جدا ان الدهون كانت احماض دهنية مشبعة والزيوت احماض دهنية غير مشبعة ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان الاحماض الدهنية المشبعة يعني ما تقدرش تتحد مع حاجة تانية لان هي عبارة عن روابط احدية يعني رابطة مش سنائية مش سلسية طيب الغير مشبعة دي بقى لاقي فيها روابط سنائية وثلسية طيب لما يبقى فيه روابطة سنائية او ثلسية دي كسرت بتتكسر بسهولة جدا سهل تتكسر فعشان كده نقدر تتحول لحاجة تانية لكن المشبعة هي شبعينة هي مش هتتحد مع اي حد تاني يبقى ده الفرق بين الاحماض الدهنية المشبعة والاحماض الدهنية غير المشبعة ثلاث نوع من اللي بداية البسيطة هو الشموع وطبعا الشمع بنشوفه كمان في صورة صلبة في درجة الحرارة العادية بيتكون الاحماض الدهنية بس هنا زات وزن جزء عادي يعني الحمض الدهني اللي بيكونها فيه عدد زرات اكتر مع نوع من الكحول احادي الهايدروكسيل يعني فيه مجموعة واحدة بس من الهايدروكسيل طب بنشوفه فين في الحياة الطبيعية بنشوفه في اوراق النباتات اللي موجودة في الصحراء ايه ده اه انت انا ما بتمسك الصبار بتبقى نعمة جدا من فوق لان عليها نوع من الشموع طب ايه فايدتها دي بتقلل المية عشان ما يفقدش مية كتير في عملية النباح يبقى بتقلل فجد المية في عملية النباح يعني ايه عملية النباح يعني خروج المية من النبات زي لما الانسان والحيوان بيعرقوا فيخرجوا مية النبات كمان بيخرج مية فده بنسميه نباح تاني نوع من اللبادات هي اللبادات المعقدة ودي هنشوفها كتير جدا لان هي موجودة في الاخشية النباتية والحيوانية تتكون من ايه؟ تتكون من كربون وهيدروجين واكسوجين بس في حاجة زيادة في فسفور ونيتروجين ايه ده طب ازاي الحاجة زيادة دي دخلت بدل ما كان عندي ثلاث احماض دهنية استبدلنا الحمض الدهني التالت بمجموعتين واحدة فسفات فدي فيها الفسفور ومجموعة اسمها الكولين فدي فيها النايتروجين فيبقى انا عندي اتنين حمض دهني مع مجموعة فسفات ومجموعة كولين بدل الحمض الدهني التالت وكزيء الجليسرول فكده عندي كربون هيدروجين اكسوجين مع فسفور ونيتروجين ويركز في الحتة دي كويس قبل تالت نوع هو لبيدات المشتقة من اسمها كده مشتقة يعني بتشتق من اللبيدات البسيطة والمعقدة بتشتق ازاي؟ عن طريق التحلل المائي يعني اللبيدات البسيطة والمعقدة لما تتحلل في المياه بتدينا لبيدات المشتقة زي ايه؟ زي الكوليستيرول وزي الهرمون اللي اسمه الاسترويدات يبقى انا عندي كوليستيرول والاسترويدات هي لبيدات مشتقة وانا هطلق الصورة دي عشان تعرف ان الحاجات المقلية دي فيها كوليستيرول كتير جدا فلما بناخد ازياد من احتياجنا فالكوليستيرول بيبقى بدل ما يبقى مفيد بيبقى مضر طيب ايه اهمية اللبيدات؟ اول حاجة الحصول على الطاقة فالبيدات بتعتبر مصدر مهم للحصول على الطاقة لكن احنا مش بنحتاج اللبيدات او الجسم مش بيروح لها الا بعد ما يخلص الكربوهايدرات يعني بعد غياب الكربوهايدرات يبتدير يروح لها ليه؟ اولا اللبيدات بتدينا طاقة اكبر من اللي بتديها لنا الكربوهايدرات يعني لو عندي جرام لبيدات و جرام كربوهايدرات فالليبيدات هتديني طاقة اكبر لكن هي اصعب في التكسير بتاعها وبتاخد وقت اطور فالجسم بيلجأ الاول للأسهل للقربوهايدرات تانية حاجة بناء الخلية لان زي ما قلنا ان هي بتدخل في تركيب الاخشية الخلوية او البلازمية فانا عندي خمسة في المية من المواد العضوية يعني خمسة في المية من تركيب الخلية كلها لبيدات يبقى هي بتدخل في تركيب الخلية تالت حاجة واللي قلناها قبل كده ان هي بتعمل كعازل حراري يبقى لبيدات بتعمل طبقات عازلة اسفل الجلد سواء في الانسان او بعض الحيوانات زي ضب الكدبي وبسببها تستطيع الحيوانات دي ان هي تحافظ على درجة حرارتها في الاماكن شديدة البرود رابع حاجة ان هي بتعمل كغطاء واقع زي ما قلنا ان اللبيدات تحديدا الشموع بتغطي سطح الاوراق النباتية خاصة الموجودة في السحرة عشان تقلل فقد المية في عملية النباح خمس حاجة ان هي بتعمل كهرمونات زي ما قلنا ان الاسترويدات هي نوع من اللبيدات تجربة الكشف عن اللبيدات من التجربة الجميلة لان لما بنحط كاشف سودانيا ربعة بيكون لنا حلقة حمرة من فوق فالكاشف ده بيورينا ان الزيت معزول عن المية يعني لو عندنا محلول فيه زيت ومية فالزيت بيعمل بقع من فوق لما بنحط كاشف سودانيا ربعة بيدينا بقع حمرة لونها حلو جدا لو مهتم تشوف التجربة بطريقة شيقة جدا بص في الصندوق اللي تحت ما تنساش السابسكرايب وما تنساش الجرس عشان الدروس هتنسل بسرعة ويلايك وكومنت لو عندك اي سؤال اشتركوا في القناة